أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وأضاف الرئيس السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار اليوم لدخول المساعدات مشيرا إلى أن هناك عراقي من جانب إسرائيل في دخول المساعدات أقول لكم ربنا ما يدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل الأكل الأساسيات شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقم تعيش شاكلوها بقنا أربعة شهور بالمناسبة غزة كنا بندخلها قبل كده مش يعني كان حجم النقلات اللي بتخشي لها كل يوم ستمائة شاحنة ستمائة يوميا إحنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-220 شاحنة طيب الناس دي عايشة إزاي الناس دي عايشة إزاي بالمناسبة أنا أقولي الكلام ده ليه لأنه تقال كلام كتير على أن مصر هي السبب لا لا أنا أقول لكم كلمة صعبة قوي أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب لو أنا السبب في أن أنا ما أدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فين لا والله مصر أعبر الرفح مفتوحة على مدار الـ 24 ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدل كده وده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان هذه الحكاية طيب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر ليمكن ولازم تكونوا متأكدين من ده وإنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا مخابرات العامة إحنا ما نعملش كده إحنا ما بنعملش كده